من المعوقات أيضا التسرع في الأحكام على الناس والتبديع والتفسيق والتكثير الآن بعض الطلاب العلم الصغار يخوضون في أمور لا يحسنونها وربما بدع بعضهم بعضا بعض السفهاء عندكم يبدعون ويحذرون حتى من طلاب العلم قبل أيام أحد السفهاء عندكم يحذر من دروس الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي وهذا سفيه لا يسمع له لا يسمع له الذين يلغون في أعراض العلماء لا تسمعوا لهم ولا تسمعوا كلامهم هؤلاء دجالون سفهاء مغفلون لا يعرفون الحق من الباطل حتى إنهم لا يت لو سألت بعضهم عن أركان الإسلام لا يعرفوا ولو سألت بعضهم عن أركان الصلاة لا يعرفوا لو سألت بعضهم كيف يتوضأ ربما إنه لا يحسن نظوم ومع هذا يتجرأ يبدع فلانا ويفسق فلانا ويكفشر فلانا ويحذر من درس فلان ويقال فلان فيه وفيه وفلان فيه وفيه ووصل الأمر حتى إلى العلماء الأجلاء وإلى طلاب العلم الأفاضل فعلينا أن نبتعد عن هذه العادة الخطيرة جدا رحم الله امرأة ومن عرف قدر نفسي ترجمة نانسي قنقر